بسم الله الرحمن الرحيم وحيا الله لك والأخوات والسلام لي ولكم التوفيق والسداد حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ثانية وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخرة وعبر حسابي على تويتر فحياكم الله طيب إذن أستاذ الكشيخ استقبال الاتصالات الأخ نزار من العراق تفضل نزار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله نزار حياكم الله أستاذ عبد العزيز وحيا الله ضيفك الكريم الشيخ طالب كيف حاركم حياكم الله أهلا وسهلا مرحبا تفضل نزار شيخي لدي أرعب السؤال الأول سيدة تسأل تقول عندما كنا في العراق في سنة تسعين واحدة تسعين كان زوجي يصلي ويقع القرآن ويصوم وكان دائما يفتمعين السيارة النموية وعندما ذهبنا إلى أحد الملدان الأوروبية وخذر إليها في سنة واحدة تسعين ترك زوجة صلاة من كامل وأزوارني على ندع الحجاب وبدأ يتكلم الملدان الآن يا سيد الفاضل كمرنا وكمر الأمان وثبت إلى الله وتحجب فهو لا يقبل أن أتحجب ولا يقبل أن أستمع إلى القرآن في البيت ونشكت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما هذه التعاليم الذي مضت عليها مئات خير كيف نلتزم بهذه الأشياء خير الفاضل استخمون أنا أخاف على نفسي وعلى بلاتي ماذا أسعد جراء هذا الدول الذي ينفر بالكلية الاجتماع إلى النصائح أو إذا كرأوا الوقت أو إذا أحد الملدان يقوله على الصارعات طيب والسؤال الثاني السؤال الثاني الآية الكريمة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر سيد الفاضل كثيرا وأقرأ هذه تفاصيل لا فاوه ما معنا ذلك السؤال الثاني أحد العلماء يقول تتحب الصارعات في كل سبع كالريحة الشديدة والزلزلة والظلمة ماذا أعيد أخي نزار أخي نزار أعيد السؤال الثالث تستحب تستحب الصلاة في كل فزع كالريحة الشديدة والزلزلة والظلمة والمقردائم بكونها من الإسجاع والأوال الكثاني رحمة الله عليه في كتاب بداع الصراع فهذا هذا هو قول صحيح والسؤال الأخير السيخي يقول العلماء المحل التي تقردك من الله أفضل من النعمة التي تنسيك ذكر الله ما معنا هذا القول جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله شكرا لك شكرا الأخت نادية من عراق تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلي نادية بالنسبة للسؤال الأول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهة الآية 77 حتى إذا أتي أهل قرية سنستطعم أهلها إلى أصل الآية وفي الآية 82 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة لماذا قرية ثم قال مدينة السؤال الأول طيب ما السؤال الثاني؟ بالنسبة للسؤال الثاني أثناء نزول المطر وعواطف في رعادية هل هناك حديث يعني نقرأ صورة الزلزال فقط طيب طيب شكرا لك يا نادية بقي شيء؟ شكرا شكرا لك غيث من ليبيا السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل غيث عندي سورين يا شيخ الأصل الأول الأول أريد تفسير الحديث ينزل في أمة بلاء شديد من سلطانهم نعم أريد تفسير هذا الحديث طيب والسؤال الثاني والسؤال الثاني حديث الرسول عليه الصلاة السلام حديث الفتنة التي تدخل كل بيت ما هي هذه الفتنة؟ نعم طيب شكرا لك أخي غيث أم حيدر منه جزائر هيا أكلم حيدر تفضل أي عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام أخي عندي سؤال في سجود التلاوة هل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر هل أسجد؟ طيب طيب واضح في أوقات المنوعة يعني هل نقدر نسجد طيب واضح صلاة الفجر وصلت لعصر واضح محيدر وليه ملاحظة مصدد يا أخ من الله دار فيك الأخي الزرم نصدد له يعطينا فرصاً في كل مو ماذا؟ لأخ نزار من العراق طيب أختم بصالح تفضل أخي صالح معنا صالح يبدو فقدنا اتصال صالح طيب إذن شيخ لخ نزار سؤاله الأول عن هذه المرأة التي تقول عندما كانت في العراق قديما كان زوجها محافظاً على صلاته وصيامه وقراءته للقرآن عندما هاجروا إلى أوروبا تقول بأنه ترك الصلاة بالكامل وأجبرها على نزع حجابها لسنوات تقول الآن هي تابت إلى الله هو لا يقبل أن تستمع للقرآن يشكك في رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام قلبت حاله نسألنا يثبتنا جميعاً هي تقول الآن أنا أخاف على نفسي وأخاف على بناتي كيف أتعامل مع هذا الرجل ما نصيحتك لها يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين وصلي وصلي وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على الهدى ودين الحق وأن يحيانا مسلمين ويتوفانا على الإيمان القلوب بين أسبعين من أصابع الرحمن يصرفوهما كيف شاء وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اللهم مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وهذه قضية ذات بال ومهمة لكل مسلم ألا يركن إلى حاله الحاضر بل ينبغي له أن يكون على خشية وخوف من تغير حال الصلاح إلى حل الفساد لا سيما عندما تكثر الفتن وتتتابع الشروط فإن القلوب ضعيفة والفتن خطافة وكم من شخص ظن أنه لا يصيبه بلاء ولا تنزل به فتنة ولا يرتد على عقبيه ولا يحور بعد الكور ويكون الأمر على خلاف ذلك لهذا من المهم أن يحتاط الإنسان لقلبه وأن يبعد عن كل ما يكون سببا لنكوسه وبعده عن الهدى ودين الحق فإن الرجل في آخر الزمان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالفتن بادروا بالفتن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم الحديث في الصحيح من حديث بهريرة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا وهذا التحول والتقلب السريع في الفترة الوجيزة دليل على كثرة ما يصرف القلوب ويحولها ويغيرها من حال إلى حال ضروري لكل مؤمن ومؤمنة أن يجتهد في الضرع إلى الله عز وجل وسؤاله بصدق وإخلاص أن يثبت قلبه على الهدى ودين الحق فليس ثمة ضمانة لأحد أن يكون على خاتمة حسنة فالقلوب تتحول وتتصرف ويكون الإنسان على حال كما قال الله تعالى كأن لم يؤمن به أول مرة أحيانا يبلغ حال الإنسان في البعد عن الهدى والجفاء لطريق التقى أن يكون كأن لم يكن في يوم من الأيام قد سلك هذا الطريق كأن لم يؤمنوا به أول مرة والله تعالى يقول وَتْلُعَلِهِ مَا بَا الَّذِي أَتَيْنَهُ وَأَيَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا خرج منها بالكلية فلم يبقى منه شيء لم يبقى من ذلك الهدى ومن ذلك الصلاح ومن ذلك التقى شيء وهذا يوجب وجلا وخوفا لكن القلوب تغفل وتركا إلى حال حاضرة وقد تتمادى وتظن أن ما جرى لغيرها لا يجري لها وليس ثمة ضمانة أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون وقد قال سفيان الثوري عندما سأله سفيان بن عيينة يا أبا سعيد الذنوب تخشى هل تخشى الذنوب وتخاف رأاه جالسا ينكت في الأرض وقد بدأ عليه شيء من التأثر فقيل له يا أبا سعيد الذنوب تخشى هل تخشى الذنوب وتخاف الذنوب قال وقد رفعت ابنة من الأرض ما ذنوب عندي إلا أهون من هذه ولكني أخشى انسلخ القلبي من الإيمان هذا الخشى وهذا الخوف الذي سكن قلوب أولئك هو الذي جعلهم على تلك الخواتب الجميلة وذلك التهيئ المستمر وذلك الاستعداد الكامل على طاقتهم ووسعهم في أن يثبتوا على الهدى ودين الحق ومن القيم يقول في منظومته في نونيته رحمه الله والله ما أخشى الذنوب فإنها لا على سبيل العفو والغفراني ما يخشى الذنوب من حيث هي إذا تاب منها واستغفر فإنها لا على سبيل العفو والغفراني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لكنما أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآني هذا الذي يخاف ويخشى وهو شؤم المعاصي وهو عاقبتها وهو ما يكون من نتائجها التي قد لا يتصورها الإنسان الإنسان يدخل في معصيه ويتورد في خطيئه ويلم بذنب ويظن أنه لا يضره وقد يكون هذا سببا لهلاكه وفساد حاله وانقلاب أمره وهو لا يشعر لا سيما إذا كان يعد المعاصي مغنما ويعدها مكسبا ويفرح بها ولا يرعى حق الله في خلوته وفي غيابه عند ذلك تنطمس المصيرة ولابد أن يكون لهذا الذنب والخطأ أثر في القلب فقد يكون إنسان يوما من الأيام مصليا صائما قائما على خير في ظاهره لكن في قلبه من الفساد أو من الغفلة أو من الانصراف عن العناية بحاله ما يجعله يتورط في مثل هذه الصورة التي سألت عنها أختنا رجل كان على حال من الاستقامة في الصلاح والتقى ارتحل إلى بلد آخر فما كان منه إلا أن انقلبت حاله ظهر مكنون فؤاده مدى ما كان يخفيه هذا احتمال احتمال آخر أن تكون قد أحاطت به سيئته فالسيئات تحيط بالمر وقد تورده المهالك كما جاء في المسند بإسناد جيد من حديث أبي سعيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب يعني احذروا واخشوا الذنوب التي تحتقر والتي تستصغر بالأعين ولا يراها الإنسان شيئا ولا يعتبرها خطرا يحدق به ويشك أن يهلكه إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعنا على الرجل فيهلكنا ولك أن تتصور فريقا من النمل يهاجم شخصا أقوى ما يكون بأسا وقوة إذا اجتمع عليه النمل نملة ونملة قد تورده المهالك وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بيّن فيه كيف يمكن أن يكون الهلاك في مثل هذه المفردات من سيئات الأعمال ومثل هذه الأفراد من الخطايا والذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظالم مثلا وذاك كمثل قوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود ثم اجتمع لهم ما أنضجوا به طعامهم هذا عود وهذا العود الواحد لا يحرق لا ينضجوا طعاما لكن مجموعة الأعواد التي حصلها هؤلاء أنتجت ثمرة كذلك الخطايا والذنوب كذلك المعاصي نحن جميعاً أهل الخطأ وتقصير وعسيان كل ابن آدم خطأ لكن نفترق بعد هذا الاشتراك في مواقعة الخطأ نختلف في الخواتيم والنتائج من من يستمر في خطأه ويمضي دون مراقبة لربه ودون وعي بأن الله تعالى يحسى الدقيقة والجليل وأنه جل في علاه يستنسخ كما قال جل في علاه ما يعمل الإنسان إننا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ويقول جل في علاه إن كل نفس لمّا عليها حافظ ما فيه نفس لو عليها حافظ يكتب عملها ويقيد قولها كما قال جل وعلا ما يلفظ من قولنا لديه رقيم العتيد هذه المعاني يعني معاني كبيرة ومهمة وخطيرة لأن الإنسان يا أخي الكريم وأيها الإخوة والأخوات لا يأمن ماذا تنتهي به الأمور أبدا ليس ثمة ضمان فكم من إنسان بهي الصورة حسن المنظر جميل العمل تكون عاقبته بوار لكن يقين بلا شك ولا ريب أن هذا ليس خبط عشوار ثمة أسباب قد لا يعاينها الناس بأبصارهم ولا يدركونها بمشاهداتهم لكنه قد أحصاها العليم الخبيل في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث عبد الله من مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أطوار الخلق فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعملوا بعملها الجنة حتى ما يكونوا بينه وبينها إلا ذراح فيسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعملوا بعمل أهل النار حتى ما يكونوا بينه وبينها إلا ذراح فيسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل الجنة فيدخلها هذا الخواتيم هي ثمرة مقدمات ليست خبط عشواء ليست خبط عشواء يقين ولذلك طول المدة في الصلاح ليس ضمانة على الاستمرار في رواية البخاري لهذا الحديث من طريقة به رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعملوا العمل الصالح الزمن الطويل الزمن الطويل يعني الزمن المتد ثم يعملوا بعمل أهل النار فيدخلها هذه الخاتمة كما ذكرت ليست خبط عشواء ولذلك في الحديث الآخر في رواية آخر أخرى في حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرى الناس يعملوا بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس إذن الناس ليس لهم إلا الظاهر لكن من العليم بالخفايا والضمائر وما تكنه الصدور وما تخفيه القلوب العليم بها هو الله جل في علا لذلك ضرورة يا أخواني ويا أخواتي والله هذه نصيحة لنفسي ولكم أن نجتهد في سؤال الله الثبات وأن نبرأ من كل حول وقوة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان إذا عيقن هذا الأمر وتحقق أنه لا ثبات له على الهدى إلا بالله كان ذلك حاملا له على الفزع إلى الله عز وجل واللجأ إليه الله تعالى يقول لسيد الخلق ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه بشيئا قليلا إذن من الضروري يا أخي الكريم أيها الأخوة والأخوات أن نستحذر هذا المعنى وأن نعتبر السعيد من وعيض بغيره ليس أحد مننا سالم من هذا المشهد الذي ذكرته الأخ سائلة عن حالها وعن حال بناتها بعد هذا التغير أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الهدى ودين الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم أن يسلك بنا السبيل القويم أن يعيننا على الثبات على ما يحب ويرضى وأن يصرف عننا السوء والفحشة وأن يقينا شر أعمالنا وشر كل ذي شر هو أخذ من أصيته حسيمة يتعلق بجواب السؤال أختنا إذا كان الرجل على بصيرة فيما يصدر من وليس ثمة مؤثر عقلي أو ذهني أو نفسي يجعله يتكلم بهذا الكلام فلا أرى أن تبقى معه ولا يجوز لها البقاء مع من ينكر المسلمات في شريعة الإسلام من ينكر صحة الرسالة من يصف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خزع بلات أنه أساطير أنه كلام فارغ وما أشبه ذلك مما يقوله بعضه هذا لا يجوز البقاء معه بحاجة مهما كانت التضحيات لا تبقى معه أما الأولاد فالأولاد يعني يمكن أن تهيئ للأمر قبل أن تصل إلى هذه النتيجة بأن هذا خطر وهذا يعني لا يمكن استمرار بمثل هذه الحال مع من يكفر بالله العظيم لا يحل للمؤمنة أن تبقى معه من يكفر بالله عزيزي تقول هل أحكم عليه بالكفر أقول دعينا من الحكم ولننظر إلى ما ما يتعلق بك أنت أنا عندما أوقن يقين بأن هذا يكفر بالله فهنا أنا أعمل بما تبين لي فيما يتعلق بطلب الافتكاك منه والبعد عنه وعدم البقى عليه أنا ما أقول أخذ استفقت لي لأن هذا يحتاج إلى إقامة حجه يحتاج إلى خطوات ليس ثم ترتباط لكن لما أتيقن أن هذا عنده من النفاق البين أو عنده من الكفر الظاهر ما يجاهر به فلا تبقى معه وسأل الله لعنى وسيجع الله بعد عسل يسرى نعم حسن الله لكم الشيخ جزاكم خيرا سؤاله الثاني عن قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر يقول بأنه قرأ في كتب التفاسير لكنه لم يفهم المعنى رب زن العلماء هذه الآيات أنا أقول أخي نزار لو رجع للتفاسير لتبين له المعنى هذه في سبب نزول سبب نزولها نزلت في سيد من سادات قريش قيل هو الوليد بالعتبة وذاك أنه كان كبيرا في قومه فطلبوا منه أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعطيهم الرأي فتبين له يقينا صحة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به لكنه أراد أن يخرج عن هذا يتخلص بما يرضي به قومه وبما يحفظ به مكانته فيما يظهر له بين قومه من أنه إن أسلم إن آمن أبي محمد فإنه تخلى عن مجد وعز والعز كل العز في الإيمان بالله ورسوله قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان أي لعين والإنسان هنا جنسه لكن هذا سبب نزوله هذا الرجل وينطبق على كل من صار صار على سبيله قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره هذا في كل إنسان لكن فيما سئل عنه في الآيات التي سئل عنها سأرهقه صعود إنه فكر وقدر فكر فيما يبطل به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر أي هيئ من الأقوال والحجج والأعمال ما يرد به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر كل هذا التفكير الذي تقدم والتقدير الذي تقدم كله في الباطل والسوء والشر ولذلك ختم الله تعالى كيف قال المآل الذي انتهى إليه عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالآية واضحة بين أنه فكر في إبطال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر في ذلك وبذل وسعا وجهدا وعاد النظر وكرر لينال ما ينال فكان ما كان من قوله جل قتل كيف قتل إنه فكر وقدر ثم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر كيف قدر هذا التقدير الذي يبطل به هذا الحق البين الظاهر والشمس لا تخفيها المناخل أحسن الله إليكم يا شيخ سؤاله الثالث عما قرأه يا شيخ في بداء الصناع للكاساني يقول بأن الصلاة تستحب في كل فزع كالريح وغيرها يعني كونها من الأهوال يقول هل هذا القول صحيح هذا القول جاء به بعض الأثر عن الصحابة فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه كان يسجد للآيات رضي الله تعالى عنه فجعل ما جاء في آية الكسوف والخسوف ليس خاصا بهما إنما جعله حاما وقد روي ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة في موت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو حدث كبير في أمة الإسلام فخر ساجدا فقيل له تسجدوا هذه الساعة وهي الساعة كانت منهيا عنها فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم آية فاسجدوا فأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله موجبا لهذا السجود نعم لكن الجمهور على أنه لا يسجد إلا لما جاء به النص لا يسجد لا يصلى إلا لما جاء به النص سؤاله الأخير يا شيخ يقول هل صحيح بأن يسألوا عن صحة هذا القول بأن المحن التي تقربك من الله أفضل من النعم التي تنسيك ذكر الله طيب بس نرجل السؤال نعم نحن نقول لما جاء لا يسجد إلا لما جاء به النص طيب هو في نص إذا رأيتم آية فاسجدوا قل هذا من إذا رأيتم آية هذا من العام الذي يقيد بما جاء فيه قول النبي صلى الله وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفانه لموت أحد ولا لحياته لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أعمل العموم ولعله جعل ذلك من أفراد العام ومعلومة أن مجيء الخاص مجيء الخاص بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا أحسن 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 طيب استقبل اتصالات الشيخ نما أعود لهذا السؤال طيب الأخ محمد من فرنسا تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله محمد تفضل عندما أستقق من النوم أرى على جبهتي اسم الله طيب هذا هو السؤال ما السؤال يعني تقول عندما أستيقظ صباحا على خمسة صباحا أيوا لكي أحصل وجهي ويأتوضى أرى اسم الله على جبيني طيب والشغال الثاني هذا هو السؤال طيب شكرا لك شكرا محمد من متى ترى هالحال يا أخ يا محمد معنا محمد من متى لك كم من متى وأن ترى هذه الحال عندها سنوات ثلاث سنين أربعة سنين كل يوم كل يوم عندما تستيقظ لا مرات أشوفه مرات لا وين ترى في جبيني يا شيخ في السفين في الجبين وش مكتوب الله الله مكتوب الله عندما أرى في المرآة أرى مكتوب الله عندما ترى إيش في المرآة وهو يتوضى يا شيخ طيب ما أحد عمره شافك وقال وش هالكتابة في وجهك ما أحد سبق النرعاك وشاف الكتابة هذا الذي تذكر يعني ما يراه إلا أنت أنت متزوج أنت متزوج ساكن مع هلك متزوج نعم ما عمره زوجك شافت قالت وش هلك ما عمره مسألوك عن هذا الشي لا ما عمره سألوك إلى أجل يا أخي بس انصرف عنه ما يذرك وذكر الله إذا قمت وذكر الله وذكر الله وهذا شيء الله أعلم عندما أضع يدي على خدي أيها على الجبين مكتوب الله لا بس تعود بالله من الشيطان تعود بالله من الشيطان وإذا كان كذلك هذا ما له دلالة الله واضح لا إله إلا هو ما يحتاج أن نراه في وجوهنا مكتوبا لا إله إلا الله لا يذرك المهم لعل هذا شيء من العوارض التي تعترض بعض الناس في بعض الأحيان حسن الله عليكم شيخ شكرا محمد أخي علي من ليبيا علي أهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله مستلام حياكم الله يا شيخ مرحبا حياكم بضلي علي يلا السؤال الأول بلا أرضى عبتني يا شيخ والله نعم تقدم التصال عني ألغتهم فاتن السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك ألغتهم فاتن بالله لو سمحت أسأل فضيلة الدكتور عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عليه الصلاة والسلام يخفف ركعتين الصبح حتى ضمنت أنه لم يقرأ بأم الكتاب أسأل فضيلته يعني إيش كان يقرأ إيش نقرأ حاجات خفيفة أو إننا نقرأ أو نسرع في الكراءة يعني كيف حتى ضمنت أنه لم يقرأ بأم الكتاب طيب والسؤال الثاني شكرا 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 لك شكرا فاتن الأخ عمر من الجزائر تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله عمر تفضل شيخ بارك الله وفيك أحسن عليكم تفضل من فرق بين الحديث القدوسي والحديث الغير القدوسي طيب أما السؤال الثاني بارك الله وفيكم وأحسن عليكم يا شيخ ما حكم يا شيخ رأينا وهذا المنظر يا شيخ إمرأة أصبحت تلبس البنطلون وتضع وتضع فوقه الجلد ألا بس بذلك وتخرج إلى الشارع طيب واضح وضع حكم وضعها للمناكير بارك الله وفيكم طيب شكرا لك شكرا أيضا معنا اتصال خديجة تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله خديجة تفضلي أريد أن ألقي عليكم سؤالين طيب الأول أنا معلمة قاعد عمري خمسة وثيثون سنة ما شاء الله أريد أن أحفظ القرآن برواية حفظ تريدين أن تحفظي القرآن وتسألين عن أن أحفظ القرآن برواية حفظ نعم طيب لأنها أسهل علي من الحفظ برواية ورش التي نستعملها في الجزائر نعم نعم طيب أول ما بدأت بدأت من صورة البقارة وصلت حتى الآية مئة واحد نعم ولكن طريقة صعبة لأني وحدي لا أستطيع أن معناه نحفظ ونقرم مرة أخرى على إنسان ليس لي من يعاونني على لحظة أنا أحفظ جيدا ولكن عند التلاوة أحفظ ما تأتي صعوبة طيب والسؤال أيوة السؤال هن أستطيع الحفظ من سورة الناس أي من الجزء الستين الجزء الثلاثين جزون حتى صورة البقارة إن أمكن الله سبحانه وتعالى طيب إن ممكن الله الصور طيب والسؤال الثاني أنا لم أقرأ لا بأي حب ساقط لأنني مدام كنتم معلمة بالعربية سهل علي أقرأ بحفظ طيب رواية ورش تأتي صعبة لأنها مثلا مرحب يا خديجة هذا السؤال واضح لأن بقي شيء آخر السؤال الثاني من فضلكم أريد معنى اللغوي لكلمات لقول صادقت وبررت عند أذان الفجر عندما أسمعه أذان الفجر يقول صلاة خير من النوم يقول لازم نقوله مثلا صادقت وبررت معنى اللغوي لكلمة صادقت وبررت شكرا لك يا خديجة بارك الله وفيك شكرا طيب إذن شيخ أعود للأسئلة الأخت نادية سألت عن قوله تعالى حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها وفي الآية الثانية وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة تقول لماذا تغيرت هنا من قرية إلى مدينة هل هناك فرق في التعبير القرية في القرآن تطلق على مكان تجمع الناس نعم وبغض النظر عن حجمه كبيرا كانوا صغيرة ولذلك سميت مكة أمة القرى كما قال تعالى تمير أمة القرى ومن حولها وكانت أكبر الحواضر في الجزيرة العربية أما المدينة فهذا اسم آخر للقرى والمدينة ولكن التفريق المعاصر وإطلاق القرية على التجمع الصغير والمدينة على التجمع الكبير فهذا ليس هو المقصود في هاتين الآيتين لأن القرى والمدن في القرى شيء واحد فيما يظهر الله تعالى على بخلاف للاستلاع المستعمل الآن لكن قد يقال أن القرى تطلق على كل تجمع صغير أو كبير والمدن تطلق على ما كان عامرا كبيرة قد يقال هذا في التفريق والله أعلم أعود لسؤال نزار الأخير نسيته أنا يا شيخ عن المحن التي تقربك من الله بأنها أفضل من النعم التي تنسيك ذكر الله هذا يختلف باختلاف الناس قد تكون المحن مقربة وقد تكون مبعدة ومن الناس ما يعبدو الله على حرف فإن أصابه خلط ما أنبه وإن أصابته فتة قلب على وجه خسر الدنيا والآخرة فالله عز وجل يبتلي الناس بالنعماء والضراء ويبتليهم جل وعلا بالخير والشرق كما قال تعالى ونبلوكم بالشرق والخير فقد يكون إنسان في حال فقر على حال من الاستقامة وإذا اغتنى بطر وخرج عن الاستقامة وقد يكون العكس يكون في حال الغناء على استقامة وإذا افتقر كند وجزع وضجر فالمسألة نسبية يعني تختلف والمؤمن مأمور أن يحقق العبود الله تعالى في كل الأحوال في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره في كل ذلك مأمور أن يراقب الله عز وجل وأن يعلم أن الله ابتله في كل أحواله فإذا ضاق رزقك فهذا بلع فاصبر واحتسب وكن مقيما لأمر الله عز وجل صابرا محتسب فيما إذا رزق عاك ووسع عليك فالله مبتليك فاحفظ الله في نعمته وكن على ما يحب ويرضى في إنعامه وهل مجر في سائر الأحوال احرص على تحقيق العبود الله في الصحة وفي المرض وفي الغناء وفي الفقر وفي السراء وفي الضراء وفي خاصة نفسك وفي عامتها وفي كل شأن من شؤونك في علاقتك بالله وفي علاقتك بالخلق احرص على أن تكون لله تقيم في كل هذه الأحوال ومن حقق ذلك أفلح ونجح الله مجرد من ناجحين الفالحين مفلحين الأختنادي سؤالها الثانية تقول أفناء نزول المطر شيخ وأيضا سماع الرعد وفدوث العواصف ما الذي يشرع قوله الريح فيها الدعاء الله من حديث مسلم حديث عائشة وغيرها أنه كان إذا هاجت الريح قال اللهم أسلك خيرها وخيرها ما أرسلت به وعوذك مشري وشري ما أرسلت به والرعد ليس فيه ذكر خاص إنما جاء عن عبد الله من الزبير أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحانا الذي يسبح بالرعد بحمده والملائكة ومخيفته ومع عن النبي فليس تمت شيء مرفوع نعم حسنة إليكم شيخ الأخ غيث ونزول المطر يقول للأذكار المشروع اللهم صيب النافع مطلنا بفضل الله ورحمته وما أشبه ذلك من الأذكار الله يعني هو يمكن أن يدعو بأي دعاء الشيخ يمكن أن يدعو بما شاء إذا لم يكن حافظا للسؤال أو لا تقديم العديد الثابتة المحفوظة عن النبي فإن تعاب بمعناها أو قريب منها أو بخير فذاك خير أحسن الله إليكم الشيخ الأخ غيث من ليبيا يقول سأل عن حديث ينزل في أمة بلاء شديد من سلطانهم ما أعلم صحة هذا الحديث لكن البلاء حاصل وأسبابه متنوعة ومختلفة منها ما هو قدري ومنها ما هو كسبي من فعل الناس وفي الجميع ينبغي أن يحقق أمر الله عز وجل وأن يطاع شرعه نعم ولكن فيما يتعلق بتنزيل هذه الأحاديث الواردة في الفتن والبلاي على الأفراد والأشخاص والأعيان تحتاج إلى نظر ثاقب وبصيرة نافذة وعلم راسخ وقد تتكرر قد لا تكون لشخص بعيده إنما يكون هذا وصف لكل من تحقق فيه الوصف المذكور وجرى منه الفعل المذكور حسن الله لكم الشيخ سؤاله الثاني عن الفتنة التي تدخل كل بيت يقول ما هي الله أعلم لكن الفتن ما يتترك إنسان في كل بيت وفي كل نفس قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فهذه ما فيه هذه الفتنة العامة التي يختبر الله تعالى بها الناس وهي تحقيق العبودية له إذا كان المقصود بالفتن المصائب والبلاغ للفتن تطلق ويراد بها الاختبار العام وتطلق ويراد بها ما حذر النبي صلى الله وسلم مما يقع من البلاء والشر العظيم ومنه قولوا تعوذوا بالله من الفتن قالوا نعوذ بالله تعوذ بالله من الفتن تعوذ بالله بفتن ما ظهر منها وموطن قال نعوذ بالله من الفتن ومنها الفتن لكننا نستعيذ الله تعالى منها في صلاة الله من عذبكم من عذب القبر من عذب جهنم وفتنة المحية والممات وفتنة المسيح الدجان فالفتن معنى عام يشمل كل ما يخشب عنه الخطر والضرر والبلاء والشر والفساد وأما نعين هذا بفتنة محددة فهذا يحتاج إلى الدليل أحسن الله إليكم نختم حيدر سألت عن سجود التلاوة وقات النهي السجود التلاوة يكون في كل وقت في صلاة وفي غيره وفي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل الذي رواه أصحاب السنن من طريق أكرم ابن عباس أنه لما بلغه وفاته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقيل له أتسجد هذه الساعة وكانت ساعة نهي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم آية فاسجدوا أي آية أعظم من موت زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم ورسول الله الأخت مفاتن سألت عن حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الصبح تقول حتى ظننت أنه لم يقرأ بأم الكتاب هو المقصود التخفيف الظاهر البين على خلاف المعتاد في صلاته وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعته الفجر الكافرون والإخلاص وهذا ركت الفجر السنة التي قبل والتخفيف جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر وفي حديث حفصة والمقصود به أنه ليست كحاله في سال صلواته وإلا لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب محسن عليكم الأخ عمر من الجزائر سأل عن الفرق بين الحديث القدسي وغيره الحديث يقسمه العلماء إلى قسمين حديث نبوي وحديث إلهي أو يسميه بعضهم حديث قدسي الفرق بينهما أن الحديث النبوي هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله إليه لكنه من قوله وقد يكون اجتهاده وقد يكون بيانه وما فتح الله تعالى عليه من الفهم أما الحديث الإلهي فهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وذلك يصدر غالبا مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يعني ينقله والنقل هنا نقل للفظ ومعنى وهذا هو الصحيح من قوله العلماء أنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من العلماء في هذه ثلاثة مسالك منهم من يقول الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ويسكت ومنهم من يقول هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نقول أنه ألمع اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله عز وجل ولماذا لا يكون هذا في كل الأحاديث حتى الأحاديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقول قال الله هي من وحي الله عز وجل ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه أتيت القرآن ومثله معه فبالتالي هذا القول عليه إرادات كثيرة والصواب وإن كان يقول به شريحة واسعة من أهم العلم وكثير من المحدثين والأصوليين لكن الصواب أن الحديث الإلهي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونكتفي بهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ما يخبر به هذا الذي نقله الصحابة في وصف ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروي عن ربه يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى مثل حديث يا عباد حديث أنس بن مالك في الترمذي وغيره جاء أسواس وقد جاء نظيره في صالما مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها هذا الفضل العظيم والعطاء الجزيل هم بحديث إلهي لأن فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والنداء يا ابن آدم هذا نداء إلهي نعم وأيضا حديث نبي ذر الطويل حديث عديدة يا عبادي يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة وفزال إمام بسطر أحسن رأيكم يا شيخ سؤاله الثاني وهو سؤاله يتكرر كثيرا عن نبس البنطال بالنسبة لمرأة يقول هو تلبس فوقه الجلباب وتخرج إلى الشارع لقضاء حوائجها هل من بأس الشيخ؟ إذا كانت تلبسه بنطالا يجوز لبسه وهو الذي لا يحجب وقد سترته بما لا يبدو للناس ولا تحصل به فتنة فأرجو أن لا بأس الحمد لله سؤاله الثاني يا شيخ عن طلاء الأظافر المرأة هو من ينشعه في الحلية وهو في الخصام غير مبين هذا من التزيير الحلية كل ما يتحلى به ويتزين سواء كان من الذهب والفضة وغيرهما مما يتجمل به النساء فلا بأس لكن فيما يتعلق بالصلاة يجب إزالة هذا الذي يحول دون وصول الماء تسمية وهاب المناكير ما يدي والله وش أصله ما يدي ليش يسموه بهذا اسم نعم مناكير وجمع منكر يعني مفاعل جمع أن تستدلقها منكم نستفيد يا شيخ لا أعلم الله أصله لماذا سمي بهذا وهم يسمونه بعض الناس بحذر السم بعضهم يسمونه بطلاء الضافر ولهو تسمية أخرى لأن طلاء الضف من مناكير نعم أحسن الله إليكم الشيخ رخت خديجة تقول هي معلمة قد بلغت الخامسة والستين من عمرها يا شيخ تقاعدت الآن وتريد أن تتفرق لحفظ كتاب الله وتريد أن تحفظ برواية حفص تقول لأنها أسهل من ورش هي الآن بدأت تقول من البقرة فشق عليها وصلت الآية مئة تريد الآن أن تبدأ من سورة الناس حتى تصل إلى البقرة هل من بأس أن تحفظها بهذا الشكل لا بأس لكني أشير على أختي أن تكمل البقرة بمعنى بدأت البقرة وشرعتها يعني ما بيقل لها شوي هي انتصفت تقريبا إن شاء الله فأشير عليه بتتميم البقرة البقرة بركة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ففيها خير كثير ومن قرآن كله مبارك لكن هذا من فضائل سورة البقرة التي جاء فيها الفضيلة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فأتمي أختي البقرة ثم انشئت أن تبدأي من الناس أمد الله في عمرك وبلغك مناكي وثمت من حفظ القرآن وهو فوق السبعين أرجو أن نسمع إن شاء الله ذلك عنك إن شاء الله تعالى شيخ هنا سؤال حول المعنى لعلى تبشرنا إن شاء الله إن شاء الله حافظت إن شاء الله تعالى الإعانة والتيسير آمين آمين عندما يسمع قول المؤذن الصلاة خير من النوم فيوقع صدقت وبررت معنى لها يا شيخ صدقت وبررت صدقت واضح لأنه يقول حي على الصلاة حي على الفلح الصلاة خير من النوم فهذا يصدقه لما يقول الصلاة خير من النوم من العلماء من يقول يقول مثلما قال الصلاة خير من النوم لعموم إذا سمعت الوأذن فقول مثلما يقول إلا في الحيعلتين لمجيء النص أنه إذا سمع الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر يقول السامع الله أكبر الله أكبر إذا سمع أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة خير من النوم هذا خبر فيقول الصلاة خير من النوم هذا قال به جماعة من أهل العلم وهو المتوجه فيما يظهر لي الأقرب لظاهر السنة أما صدقت وبررت فهذا لم يأتي حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا عن أصحابه وإنما هي مقولة لا أعلم أصلها على أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعناها أنه تصليق له صدقت في قولك الصلاة الخير منهم وبررت إذ نبهتنا إلى هذا من البر والبر هو الذي أمر الله تعالى به في قوله وتعاون على البر والدقوة بررت بهذه الدعوة بررت بهذا التنبيه بررت بهذا النداء أي أصبت البر بررت أي أصبت البر وهي السعة والطاعة والإحسان أحسن الله إليكم يا شيخ هنا سؤال حوله هل الحائض يا شيخ أنتقرأ حزبها اليومي من التفسير؟ لا لا تمتلع من ذلك تقرأ الأذكار والعلم النافع ومن ذلك التفسير بل الحائض لا تمنع على الصحيح من قول العلماء من قراءة القرآن لعدم الدليل على ذلك وهو قوله الإمام مالك واختيار الطبري والبخاري وجماعات من أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره نعم أحسن الله إليكم يا شيخ أخذ قدرين هنا سؤال حول الصحة الحديثة بسعيد الخدرين نها الرسول الله سلام عن اجتمال الصماء وأن صحة هل النهي يشمل لباس النساء لجلال الصلاة؟ اجتمال الصماء اختلف العلماء في تعيين معناه ما هو المعنى المراد بقوله اجتمال الصماء واقرب ما قيل اجتمال الصماء الاجتمال هو أن يدير على بدنه ثوبا هذا الاجتمال الاجتمال هو أن يلف على بدنه ثوبا لكن الصماء هو صفة من هذا اللف وهو الذي ليس له مخرج لليدين يستطيع أن يدفع به عن نفسه أو يتحرك هذا الجلال الذي تلبسه المرأة هو في الحقيقة يعني تستر به نفسها وليس من اجتمال الصماء لأن هذا مثلا هذا بهذه الصورة ليس اجتمال الصماء لأنه يمكن أن تدفع حتى لو كانت قد سترت يدها هي تستطيع تدفع عن نفسها ليس ليس مغلقا مثل هذا لو كان مغلق هذا البشت لو كان يعني خيوط خياطة لا أستطيع أن أخرج شيئا من يدي هذا يصير اجتمال الصماء لكن لما التحف بثوب كالإحرام مثلا للرجل هذا ليس اجتمال الصماء لأنه يمكن أن يحرك يدي ويجد منفذا يعني إذا صلت في عباءتها بعض العباءات تكون حيانا مخيوطة هي الشيخ لكنها لها يدان لها مخرج ليدين مثل هلبشت هذا لو كان مخيوطا مثل الثوب ذلي عليه هذا هذا اجتمال الصماء لكن له مفاتيح له مخارج وكذا فليس كل ما كان ساثر البدن يعد من اجتمال الصماء حسن الله عليكم وجزاكم خيرا إلى مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة شكرا له لصاحب الفضيل الشيخ والأستاذ الدكتور خارد بن عبدالنا المصلح وعضو الإفتاح في منطقة القصيم شكرا له لكم حياكم الله أهلا وسهلا وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام شكرا للزمالات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله سدي العلماء من ورث الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا سدي العلماء من ورث الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا رفقه الدين منهم نرتجي وناس تفتي فيهدونا صوابا وناس تفتي فيهدونا صوابا